المقياس الرابع من مقاييس النزعة المركزية هو الوسيط يعرف الوسيط بأنه عبارة عن القيمة التي تقع في منتصف القيم أي القيمة التي عدد القيم قبلها يكون مساوي لعدد القيم بعدها بعد ترتيب القيم تصاعديا أو تنازليا ويرمز له بالرمز M طرق حساب الوسيط أولا حساب الوسيط في حالة البيانات غير المبوابة لحساب الوسيط من البيانات غير المبوابة نتبع الآتي رقم واحد ترتيب القيم تصاعديا أو تنازليا حسب قيمها ثم تحديد ترتيب الوسيط رقم واحد إذا كان عدد المفردات لو أن عدد فردي فإن ترتيب الوسيط يساوي N على 2 إذا كان عدد المفردات عدد زوجي فإن ترتيب الوسيط يساوي القيمتين N على 2 و N على 2 زائد 1 ثم حساب الوسيط إذا كان عدد المفردات عدد فردي فإن قيمة الوسيط تساوي القيمة الوسيط الوسطى أما إذا كان عدد المفردات N عدد زوجي فإن قيمة الوسيط تساوي مجموع القيمتين الوسيطيتين على 2 والمثال التالي يوضح كيفية حساب الوسيط من البيانات الغير مبوابة البيانات التالية تمثل الأجور اليومية بالريال لعينتين من العاملين بأحدى القطاعات العينة الأولى العينة الثانية والمطلوب حساب وسيط الأجر لكل عينة من العينتين السابقتين لحساب وسيط الأجر لكل عينة من العينتين نتبع الآتي العينة الأولى نقوم أولا بترتيب القيم تصاعديا حسب قيمها 60 70 80 90 100 ومن الواضح أن عدد قيم العينة إن يساوي 5 عدد فردي وبالتالي فإن قيمة الوسيط في هذه الحالة تساوي القيمة الوسطى أي القيمة التي عدد القيم قبلها يساوي عدد القيم بعدها وبالتالي فإن قيمة الوسيط تساوي 80 ريال حساب الوسيط في حالة العينة الثانية نقوم أولا بترتيب القيم تصاعديا حسب قيمها 50 60 70 80 90 وعدد القيم في هذه الحالة إن يساوي 6 عدد زوجي وبالتالي وبالتالي فإن قيمة الوسيط في هذه الحالة تساوي مجموع القيمتين الوسيطيتين على 2 أي تساوي 80 زائد 70 على 2 أي 150 على 2 يساوي 75 ريال أي أن قيمة الوسيط تساوي 75 ريال موسيقى